قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الصراع مجدداً بين الكرة الإنجليزية ونظيرتها الألمانية بعدما أسفرت عن ثلاث مواجهات بينهما في هذا الدور قرعة دور الستة عشر وضعت ليفر بول وصيف بطل النسخة الماضية في مواجهة باين ميونخ في واحدة من أقوى المباريات في هذا الدور إن لم تكن أقواها على الإطلاق كما أقعت القرعة شالكي في مواجهة مانشستر سيتي لتضع المهاجم الألماني الدولي لاروا ساني نجم مانشستر سيتي في مواجهة فريقه السابق أما توتنهام فسيكون بمواجهة بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني في الموسم الحالي ولا تبتعد مواجهة مانشستر يونيتد مع باريسان جيرما عن الصراع الإنجليزي الألماني المتمثل في المدير الفني لنادي العاصمة الفرنسية توماس توخيل وفي المقابل منحت القرعة كل من حامل اللقب ريال مدريد وغريمه برشلونة مواجهة متوسطة المستوى في الدور الثاني حيث يلتقي الريال فريق آياكس فيما يواجه برشلونة فريق ليون وفي باقي مواجهة ثمن النهائي يلتقي أتلاتيكو مدريد مع يوفنتس لتمنح القرعة بذلك البرتغالي كريسيانو رونالدو مهاجم يوفنتس الفرصة للعودة إلى العاصمة الإسبونية مدريد حيث يواجه أتلاتيكو مدريد المنافس التقليدي العنيد لفريقه السابق ريال مدريد أما المواجهة الأخيرة في الدور ثمن النهائي فتجمع روما مع بورتو بقي أن نذكر أن مباريات الذهاب ستقام في الثاني عشر والثالث عشر والتاسع عشر والعشرين من فبراير المقبل على أن تقام مباريات الإياب في الخامس والسادس والثاني عشر والثالث عشر من مارس القادم